أكد وزير الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الشريف الشربيني مواصلة حملات إزالة مخالفات البناء والإشغالات بعدة مدن جديدة أضف الوزير أنه لا تهاون لرضع المخالفين حيث يتم الحزم في تطبيق القانون على الجميع للقضاء على الضواهر العشوائية وحفاظا على المظهر الحضاري لمدن الجديدة وحفاظا على هيبة الدولة أشار وزير الأسكان أنه لن يتم التصالح على أي مخالفات بناء تمت بعد صدور القانون رقم 187 لعام 2023 مطالبا المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ممن تنطبق عليهم أحكام قانون التصالح بسرعة تقديم طلبات التصالح حيث أن الرابع من نوفمبر المقبل يعد هو آخر موعد لتلقي طلبات